كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل خمسة ضباط في صفوف ميليشيا الحارس الثوري الإيراني بينهم قيادي من الصف الأول وذلك إثر الغارة الجوية الإسرائيلية أمس جنوبية العاصمة دمشق الحارس الثوري بدورها اعترف اليوم بمقتل أحد ضباطه في الهجوم الذي شنته إسرائيل على محيط دمشق وقالت وكالة تسليم الإيرانية إن الضابط يدعى ميلاد حيدري بيان الحارس الثوري توعد إسرائيل بالرد على ما وصفها بالجريمة